وشريف تفتكر في السنين اللي فاتت دي دايماً ناس تتشكك كده في رسالة وإيه رسالة وخلاص بقى يا رسالة دي خلاص بقت كويسة كده نتعامل معها رسالة أكيد أنت بتسمع الكلام آه طبعا طبعا إحنا الحمد وإحنا كويسين من الأول الحمد وإحنا كويسين من الأول لو حد مقى منه لله طلع الإشاعات الغريبة دي علينا إحنا نشأنا فندس القاهرة من سنة 99 فإحنا بقلنا عشرين سنة في المجتمع المصري تفيد في مصر الجمعية لها سبعين فرق في مصر مفتوحة أبوابها قدام المصريين جميعا يعني إزاي يكون علينا شبهات سبعين مقر في مصر فتحين 24 ساعة في اليوم وأكيد بيتم مرخبتكو زي بيقيل الجمعيات طبقا القوانين بتاعة التضامة الاجتماع طبعا جمعية مفتوحة سبعين مقر في مصر مفتوحة بقالي عشرين سنة دي مش هتكون مترقبة ومتشافة الشعب شايفة يعني اللي بيطلع عارف الحالك لما فيه مستشفى شغالة شغالة وحد يطلع قولك بيموته العيني يعني السؤال الطبيعي إزاي ميموته العينيه هي شغالة يعني العقل يقول ركز مستحيل مستشفى شغالة يكون اللي بيدخل إنك بيبيعه أعضاءه مثلا فإشاعات غريبة جدا لو حد عائل إحنا موجودين في سبعين مدينة في مصر تضل زورنا في أي مقر شوف الخير اللي بيحصل إحنا هتلاقي عندنا مسنين إحنا عندنا أيتام إحنا عندنا أطفال شارع إحنا بنيدي دروس تخوية إحنا بنيدي محة أمية إحنا بنجمع الملابس ونوزحها على المحتاجين إحنا بنجمع تبرعات الدم وبنساعد الناس والمستشفى إحنا بنعلم بقى الناس دروس تخوية مجانا ومحة أمية مجانا ودورات كمبيوتر مجانا إحنا بنعمل أي خير ممكن الناس تتخيلوا في سبعين مدينة مصرية طبعا فيه جمعيات كتيرة بس من أكتر حاجات اللي أنا بشوف أن أنتم متميزين فيها موضوع أن أنتم تروح لبيت تاخد الملابس أو العفش أو الحاجات دي دي مسألة مصرية كتير مبسوطين منها وكان دايما بيبقى فيه مشكلة أنه حد عنده ملابس زيادة عفش زيادة فيش أنا ملاحظ حتى أنه بقى عليكم إقبالك أكتر من اللي أنتم تداروا تستوعبوه في النقطة دي إحنا الحمد لله إحنا مش بناخد ملابس بس للتوضيح إحنا بناخد ملابس بناخد أغذية بناخد أدوية بناخد ورق مستعمة بناخد فلوس بناخد وقت ومجهود إحنا بناخد أي حاجة اللي عنده أي حاجة تصل بنا أي طاقة خير عندك إحنا ناخدها حتى لو وقتك حتى لو مجهودك حتى لو ابتسمتك حتى لو دمك حتى لو علمك إحنا بناخد من الناس أي شيء الملابس بالذات لأن الناس كلها عندها ملابس أو يعني كثير من الناس يعني السلة بقت مشهورة اشتهرت لأن الناس عندها ملابس مش كل ناس عندهم جهد أو عندهم وقت أو عندهم علم إنما أغلب الناس بيبعنده عيل كبر بتاع مش عبقية عنده ملابس دائما يستطيع أنه يستغنى عنها ومن هنا موضوع الملابس انتشر لأن الناس كلها عندها ملابس فإحنا بناخد الملابس دي و بنعمل بها معارض في المناطق المختلفة للمحتاجين الملابس دلوقتي بعد الجروب بتاعنا وبنعمل بنساعد الغريب بنقول ناس إما أن انت تعرض ملابسك انت على الجروب وتشوف مين محتاجها ومين انت مرتح له فتديله الملابس بتاعتك أو أن انت تدينا الملابس دي يعني فتحنا سكة تاني في بعض الناس بيقول أنا مثلا عايز اللبس بتاعي ده واحدة سيدة مثلا تقول أنا عايزها بنت تكون طالبة في الجامعة تستفيد باللبس ده لأن اللبس ده شيك قوي فجوة أنا وابن عامل بنساعد الغريب البنت اللي جوة الجامعة دي تيلة بالضبط كده في ناس بتقول أنا عندي الهدوم كاس في ناس بتصور الهدوم بتاعتها مين محتاج الهدوم دي وفيه كذا حد ممكن يطلبها منه فهو بيختار بقى بيختار يساعد مين فيهم اللي شايفه انه أقرب انه يستخدم الهدوم دي بس ده بيدي للناس اطمئنان وحميمية أكتر يعني كمان اللي بيعمل خير بيبقى حاس كده انه أنا والله وقت ما كنت في الجامعة كانت ظروفي ما بتسمح ليش ان أنا أجيب هدوم أنا عايز أساعد واحدة فهلأ بتاعت الجامعة دي فأنا مش بس بدي الهدوم لا انا يعني حصل لي إجباع للخير اللي أنا عايز أعمله بشكل كامل اه بالظبط كده لو تحب تشوف مين اللي بياخد منك الحقيق خلاص اعرضها على الجروب وتعامل مع الناس شوف مين اللي هياخد الحقيق واختار انت اللي انت عايز تديه ما لقيتش حد مرياحك ما تدمسك ما تديش وخلاص من حقك جدا انك تقول يا جماعة عندي كذا وممكن تقول مش مرتاح لأي حد طلب فعايز العلاقة وتشوف المستفيد تفضل على الجروب مش فاضي بقى لده فإما تعملها بنفسك أو تخلينا احنا نتعامل زي ما تحب يعني بنفتح الناس أبواب مختلفة من عمل خير نفسي كل هدفنا المصنعين اعملوا خير فيه خمسين طريقة للخير هو ده مختصر الموضوع يعني وفيه خمسين حد عايز بخير لا فيه خمسين مليون حد عايز بخير ده كتير أول